أس كسام قاس إن شاء الله عام في الخير وبركة ورزق وربح وسلام وأمن وكل شيء جميل إن شاء الله يكون عام مليء بالخير والبركات يكون عام يجينا عام إن شاء الله خفيف ضريف وإن شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء والبلاء اللي عندنا يعني رانا فيه العام الأول أو تقريبا عام شهرين أو ثلاثة أشهر وإحنا في هذا الوباء إن شاء الله ربي يرفع علينا ويشافي كامل المرضى ويرحم كامل الموتى وإن شاء الله يعني يكون عام فيه بزاف 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 الخير والصحة هذا مكان اليوم جيت نشارك معكم طاولات العاشاء وطاولات الصهراء بمناسبة يناير وهي مناسبة يحتفل بها الأمازيغ في جميع الدول العربية والإسلامية والعالم دول العالم يجي يناير كل طناش من شهر جنفي يعني ماشي بخمي جنفي طناش من شهر جنفي من كل عام وهذا العام جا طناش جنفي 2021 وبالنسبة للسنة الأمازيغية راهي 1971 إن شاء الله كما تعرفوا كامل حكاية يناير كيفاش يعني بلا من عام نحكيها لكم نقول لكم كل عام أنتم مبخي إن شاء الله كل الأمازيغ والعرب والقبائل وكل إخواني المسلمين أينما كانوا حيثما وجدوا إن شاء الله جيت نشارككم أنا اليوم في طاولة عاشاء هيرا خفيفة وطريفة وفي حوالة بسيطة وسهلة وفي متناول الجامع معنتها كل واحد يقدر إديرها الأطباق كانت عبارة عن بولي غولي معنتها يعني درجاج نرولي وعبارة عن فخيت بيانسور شليطة حرة وحلوة شلادة ودرنا شوية بورك وشوية واحد اللي بغشت سمحوني ندير بسكني نتفكر وش وش كان نسيت يعني بورك وقلت لكم نبغشت شوفوا كل حاجة من بعد نحط لكم ما صورت والو خطش أنا كنت معروضة يعني جد ديركتو منطب لا ما صورت والو مسح نقدر نحط لكم لغوستي دا حبيتو في إنستاغرام تاعي وتبعوني ديجا في إنستاغرام لي هو أسيا لايفستايل تبعوني التماو إذا حبيتو قولوا لي في الكومنتار هنا يا نحط لكم في السدوري لغوست مكتوبين تاع البولي غولي وتاع البغشت تاع البولي يعني كانت عبارة أقول لكم على شربة على بولي غولي نفخيت بورك شلايد شليطة والصحة والسلامة هذا ما كان يعني حبيت نشارك لكم برك هكا شوية الأجواء كيفاش جوزناها راكم تعرفوا يا الناير مع هاد الواباء موليناش نتلاقوا بزاف أنا ما نكدبش عليكم بيس كراني هنا يا هادك النهار واسيت لابا ذات ما حبيتش ننحيها نحيتها غير كيت عشيتها وتبلاسيتها خفت يعني مع دراري وكامل خفت مع اهناناني نخرج بزاف خفت بلك بعيد الشر ولا نعديك اش واحد ولا يعني الحمدولي الله احنا الحمدولي الله مرضنا وبرعينا الحمدولي الله ولكن كما يقول الواحد اي سي اي اي في تين ماكسيموم مايكوش سباف حتى واحد هاد الاصص اللي راكم تشوفوا فيها اللي تقدرو تترافقوا بها المملحات تتعكم سوى البوراك سوى دوك لبوشات سوى لبيتزا سوى تجيب الزف بزف 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 بنينا من بعد نحط لكم الوصفاتها كما قلت لكم في انستاغرام يعني ما نكتبش عليكم انا قعت الولف طابلة وانا النطل الاخرانية استمتعت بكل حاجة كل حاجة قليتها بالعقل وعلاقها ايها وعطيت كل حاجة حقها قوتيت بيام استمحوا لي يعني قوتيت بيام ضاقت لكم وستفرغت الكاس جوع يعني بروفيتيت الماكسيموم هنا ننتقلو الى طاولة الصهراء كانت عبارة عن طاولة في هالتها فيها شوية مكسرات شوية شوية حلوية حقها والحاجة اللي دارت لبوز هي الماكارون الماكارون دارت لبوز هنا لحقت باخر كاس تشاي كني فرغ فيه نانك هادو ما هادا يتعطينا لي جاكا يتقلب ما عارش كيفاش وسمو دارتو ماما هادية السفة انا درتها هنا رجل اختي بيقول لي هادوك ناكلوهم ولا شباح برك يعني البلوط اولا كيفش يقول للمشي البلوط زقوقو اغسلتو ونشفتو وشبحت به وهنا ياللقطة اللي منتظره من الجميع اللي هي نرمي بترسع البيبي هيا نمامو نرمي وهالين اخر فرد يكون زاد في العائلة يعني اخر بيبي يكون زاد في العائلة هنا يا ام ايمن محبتش تديرو البنت هالي زادت غير كيما اللي هي نايا ان شاء الله تتربى في عزكم ان شاء الله وعلى الدين والطاعة كانت هي صغيرة فعملها يعني ربي شهرين اه نظنك محبينا اش نديرو لها اخف ننقيسوها ولا درنا الهم كامل دراري اخترا 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 يعني مع هاد اللقطة الطريفة تعدينا اللي كانت تلم لمة كمية كبيرة من الحلوة تعترا سوقات الهم نديها ونخبيها وايمن اللي قعد داخل لها مراكم توفو فيه ما حبش ينض ودرها احد ربع مرات لخمس مرات هو بيعود فيها عجبوا الحال وقعد دي لم يعني كل واحد عطينا له صاشي وهادو ما انا كنت وجدتهم وديتهم معايا لبارة عنا ذي قوبلي قدرتهم بهدو كتا عقبايل وعمرتهم لهم الداخل بالحلويات وتاني كنت وجدت لهم هادو مشمع كل واحد باسمهم مع الصورة يعني تاع الاطفال تعدراري ذرت لهم صورة تعولد وتاع الطفلة ذرت لهم صورة تعطفلة هادية لحن وريها لكم دقة نشوفوهاش عشابا لابسه جبق بايل موم دايناش وشنوية لابسه جبق بايل وخدمت لهم هاد الربطات يعني تاني تاع الحنة هنا كنت نسقم لهاي ديها بشها نبري لكم مليح فالا درت لهم كامل الحنة وما منين رحت وميسنا وقدش نديرينا الحنة وقدش دينا الحنة علاجها لهادوك الربطات وعلاجها لهادوك الشمعات يعني جبستهم واحد واحد وانا كنت الاخيرة ريدرت الحنة و هادا ما كان كما كنت نقول لكم باللي هي جوست يناير برك بش يفرحوا دراري و ما احنا الكبار توحشنا كاللمات شوية مع ذاك الوابق يعني قاعدناش حال ما خرجناش و يعني توحشنا نتلاقا وشوية نقصروا يعني بلا دستانسو كامل لكن واحد يتلاقا ما يسلم ما ما يخمس ما والو ولكن نتلاقا ونقصروا نحكي و هاداك هو المهم و يعني الكترة الكترة تاني دراري كيكونوا فرحانين بهاديك المونة سابا ويسنوا فديك يناير يعني هاداك هو الصح كين فرحوا دراري هو الصح يعني هنا خدمت لهم كل واحدة خدمت لها باسمها وخدمت لها هاداك نين ديالهم فيها الحنة يعني كل واحد بدت له اسمه عليها بشكاية واحد ما يضارب كل واحد باسمه ما يقول تاعي ما تقول تاعي وهذه هي يعني حاجة سهلة و بسيطة و غير مكلفة تماما تماما مش يقع مكلفة تفرحوا بها الاطفال تقدروا ديروها في يناير تقدروا ديروها حتى في المولود انا في المولود كنت كمانديتهم برا ما كاش عندي الوقت ولكن هادا المرة قررت اني نخدمهم في الدار يعني ما حبيتش نكمانديهم شتهم بلي عفسة سهلة للصنع اذا حبيتون وردكم كيفاش تخدموها هادي بالنسبة على الولد يعني شوفوا كيفاش تتلمدت لهم هذا تحد الصورة تحد الولد هادا ياللي جاي شغل جابوري لابس ادك لا توجد عقباين هلا اي من ما عارش يدور يدو مع قال يدري لي هاكا بالمقلب قدروا الناس ما يدروش حنا هاكا كيديرو هاكا شوفوا كيما سيت ما احبش هوا ليه شغل عدبني شوية وبيه السخت كامل الدنيا بالحنة فرحوا دراري بزاف بزاف بهات الشموع وفرحوا يعني بزاف قد ما نوصف لكم فرحوا دراري يحبو هاد التفاصيل يحبو الالوان يحبو يحبو بزاف هاد العفايز يحبو بزاف حنا الكبار وكي تكون مناسبة نحبو ندير هاد العفايز لينا هادو ما مام لراهم مقبيلة على الزواج ولا حفلة الحناء ولا على طهارة على الاولاد ديالهم ولا يقدر يديرهم هكايا ويسير بيهم يعني قد لكم فكرة سهلة وبسيطة وغير مكنفة هنا ايمن تفاتلو الشمعقة اللي عاودي يشعلي هالي يدبري راسك عاودي شعلت هالو ما حبش يطفيها يعني والله ما حبي يطفيها ويا شمعها ديك كما نقولو احنا بخيزونتاسون برك غير تبدأ تلحق من جهة الكارط تدوب تلحق الكارط يتحرق ما انت غير تشعلوها شوية برك قبل ما تلحق الكارط وخلاص بسك الكارط هادا كي يكون لسق عليها بعد هناريها ما يشعنت هالو واخيرا لحقت لحقت دالتي درت شوية الحلنا الفال كي ما راكم تعارفون لازم نديرو شوية الفال ولحقنا نهاية الفيديو ما بقى لي غير نقول لكم بقاوا على خير وللمرة تانية اسكا سمقاس ان شاء الله عم بخير يجينا بالخير تاعه ان شاء الله والربح والصحة والهانة ان شاء الله